تقاذفت إسرائيل وإيران الاتهامات في الأمم المتحدة على خلفية التوترات الأخيرة حيث اتهمت كل منهما الأخرى بأنها التهديد الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط من جهتهم دعا معظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة لم تكت تمر 24 ساعة على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل حتى عقد مجلس الأمن الدولي بطلب من إسرائيل لاجتماع طريق لمناقشة الأزمة التي تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وتنذر بالتحول نحو حرب شاملة رغم تباعد المسافات جغرافيا وسياسيا بين البلدين تواجه الوفدان الإيراني والإسرائيلي وجها لوجه بمبنى الأمم المتحدة في نيويورك حيث ألقى كل طرف اللوم على الآخر بأنه التهديد الرئيسي للسلام في منطقة الشرق الأوسط المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان طالب مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية مع فرض كل العقوبات الممكنة ضد طهران في المقابل قال ممثل إيران أمير سعيد إن بلاده لم يكن أمامها خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ردا على قصف قنصليتها في دمشق في اتهام لم تنفيه إسرائيل ولم تؤكده وأضف أن مجلس الأمن فشل في تأدية واجبه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال عدم إدانته الضربة وأكد أن طهران لا تريد التصعيد لكنها سترد على أي تهديد أو عدوان روبرت وود نائب المندوبة الأمريكية قال من جهته إنه وبالتشاور مع دول أعضاء أخرى فإن الولايات المتحدة ستنظروا في اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة هذا ودعى معظم أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من بلوغ منطقة الشرق الأوسط حافة الهاوية مؤكدا أن المنطقة والعالم لا يستطيعون تحمل نشوب حرب جديدة موسيقى موسيقى